اشتركوا في القناة ومؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الإنسانية لبناء مركز مملكة البحرين الصحي في الجمهورية اليمنية والمخصص لأمراض القلب وذلك ضمن استراتيجية ومبادرات جلالة الملك في خدمة الدول الشقيقة والمتضررة من الكوارث والحروب للتخفيف من معاناتهم وبهذه المناسبة توجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالشكر والتقدير والعرفان إلى جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية على اللفتة الإنسانية الكريمة لمساعدة الشعب اليمني الشقيق ومد يد العون وتقديم المساعدة انطلاقا من الروابط الإنسانية الجامعة بين مختلف شعوب العالم وكذا سموه حرص جلالة الملك على تخفيف المعاناة الحياتية للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها ووقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في هذه المحنة الإنسانية مشيدا سموه بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود حفظه الله في مد جسور التعاون والمحبة للجميع انطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم مثمنا جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وعطاءات سموه المستمرة ومبادراته الخيرية في دعم العمل الخيري والإنساني وثمن سموه الدعم الكريم من الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المواقر ومؤذرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كما أوضح سموه بأن المؤسسة الخيرية الملكية تحرص على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في الدول الشقيقة والصديقة مشيرا إلى أن سياسة التنمية المستدامة هي الاستراتيجية التي تحرص المؤسسة الخيرية الملكية على العمل بها في جميع المساعدات التي تقدمها في حملاتها الإنسانية والإغاثية لمختلف الدول وأكد سموه بأن هذه اللفتة الإنسانية الكريمة هي واجب تحتمه العلاقات الأخوية وديننا الإسلامي الحنيف وهي تمثل الوحدة الأخوية بين الدول المساهمة مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن الشقيق من جانبه قال سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي مواصلة للمواقف الإنسانية النبيلة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مد يد العون والمساعدة للأشقاء والأصدقاء المنكوبين في الدول المتضررة والمنكوبة واستمرارا لمسيرة العطاء والخير ولدعم الأشقاء في اليمن جراء ما يعانونه من تداعيات الأحداث التي تشهدها جمهورية اليمن الشقيقة وللإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يمر بها شعب اليمني الشقيق شكرا للمشاهدة